أنا في تقديري بأنه حتى ولو افترضنا جدلا بأن هناك نوع من التفاهمات حصلت بين السيد الطرابلسي مع قادة التشكيلات المسلحة الحديث الآن أنه لا توجد أي ضمنات حول هذه المسألة والنقطة الأخرى والأهم أنه لا قدرة له على فرض إبعاد هذه التشكيلات وإقصائها من طرابلس التجربة أثبتت بأن السيد عماد السايح هو أضعف مما يؤدي هذا الدور لما لم يكن صريحا مع هذه الميليشيات كما كان صريحا مع مدينة الزاوية بأن الداخلية لا سلطة لها في الزاوية المسألة تختلف والوضع في طرابلس عن الوضع في الزاوية نحن الآن نتكلم عن تموقع ووجود وزارة الداخلية داخل طرابلس الآن ومن ثم هو لا يريد الدخول في صدام مع ميليشيات طرابلس ويدرك هذا الوضع جيدا الآن لأنها السلطة العليا ولديها الكلمة العليا في طرابلس وأن المواجهة معها ستكلفه الكثير والكثير ولذلك هو يتعمد حتى الحديث عنها بشكل دبلوماسي أن قادة هذه التشكيلات تعهدوا بالخروج وتعهدوا بدعم وزارة الداخلية وما إلى غير ذلك الواقع يثبت غير ذلك أن هذه التشكيلات المسلحة الآن هي موجودة من أجل الغنيمة من أجل السلطة من أجل المال الآن ومن ثم الخروج هذا الخروج الآن يحتاج إلى جهود كبيرة وإلى ضغط دولي هناك إشارة أخرى عماد الطرابلسي أنا في تقديري بأنه الآن يحاول الترتيب لوضعه في المرحلة الجديدة هو يرى بأن هناك دور للولايات المتحدة الأمريكية في إطار خطتها العشرية هناك محاولة للتواصل بين بنغازي وما بين طرابلس الآن والتركيز على مسائل أخرى أبعد عندما نتحدث عن الجنوب ولذلك هو في الأيام الفائتة قال مستعدين ولدينا عناصر من وزارة الداخلية يقدرون بالخمسين ألف مستعدون للالتحام مع القيادة العامة في تأمين الجنوب وحدود الجنوب ويدرك أن هذه المسألة تدغدغ مشاعر الأوروبيين والولايات المتحدة بالنظر إلى العمق الاستراتيجي لهذه المنطقة وتأثيره على منطقة الساحل الأفريقي فهناك تصريحات يصدرها عماد طرابلسي للخارج أكثر ما يصدرها للداخل لكن الواقع يقول بأن التشكلات المسلحة باقية وبأن عماد الساحل لا قدرة له على إقصاء هذه التشكلات ولا يوجد لديه أصلا ضمنات لإخراج هذه التشكلات